السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألتقي بكم مجدداً تلميذات تلاميذي في حصة أخرى من حصة الدروس اللغوية عنوان درس اليوم هو أسلوب الإختصاص بالنسبة لمحاور الدرس ستكون كالتالي تعريف الإختصاص حالة الإسم المختص إعراب الإسم المختص لاحظوا معي المثالين التاليين نحن نكرم الضيفة أنتم تحاربون الجهلة ستلاحظون أن كل جملة ابتدأت بضمير هو نحن في الجملة الأولى وأنتم في الجملة الثانية وسيتبين لكم أن معنى الضميرين غير محدد فقد يفهم منه السامع أشياء كثيرة مثلاً قد يظن أن الضمير نحن في الجملة الأولى نقصد به المسلمين أو العربة أو المغاربة أو المصريين والضمير أنتم في الجملة الثانية نقصد به العلماء أو الأساتذة ومن هنا يتبين لنا أن الضمير في كل جملة قد دل على العموم ولكي نزيل هذا الإبهام وننقل الضمير من العام إلى الخاص قلنا نحن العربة نكرم الضيفة أنتم الأساتذة تحاربون الجهلة ستلاحظون أننا أتينا بعد الضمير نحن بإسم هو العربة وبعد الضمير أنتم بإسم هو الأساتذة لماذا؟ لكي نخصص الضميرين ونزيل إبهامهما وننقلهم من الدلالة على شيء عام وغامض إلى الدلالة على شيء خاص وواضح وكأننا قلنا نحن أخص العربة نكرم الضيفة وأنتم أخص الأساتذة تحاربون الجهلة ولأجل ذلك سمي هذا الأسلوب أسلوب الإختصاص وهو يتكون من عنصرين أساسيينهما الضمير وقد يكون للمتكلم أو المخاطب هو الاسم المختص وهو يذكر بعد الضمير وستلاحظون أن الاسم المختص في الجملة الأولى هو العربة وفي الجملة الثانية هو الأساتذة إذن فما هو أسلوب الإختصاص من خلال ما سبق نستنتج أن أسلوب الإختصاص تركيب يتكون من عنصرين أساسيينهما ضمير المتكلم أنا نحن أو المخاطب أنت أنتم الاسم المختص ويذكر بعد الضمير ليبين المقصود منه ويزيل غموضه وينقله من العام إلى الخاص كأن نقول مثلاً نحن الفنانين نحترم الأبواق ستلاحظون أن الاسم المختص هو الفناني وأنه جاء بعد الضمير نحن لكي يخصصه ويزيل غموضه وإبهامه ننتقل الآن إلى المحور الثاني المتعلق بحالات الإسم المختص إذا لاحظنا الجملة الأولى أنا المغربية أحب الشاي ستجدون أن الاسم المختص هو المغربية وقد ذكر بعد الضمير أنا لكن كيف جاء هذا الاسم المختص؟ ستلاحظون أنه جاء معرفاً بأل أما في الجملة الثانية فالاسم المختص هو عمال المصنع وأيضاً ستلاحظون أنه جاء بعد الضمير أنتم فكيف جاء في هذه الجملة؟ ستلاحظون أنه جاء مضافاً إلى معرفة فعمال مضاف والمصنع مضاف إليه وهناك حالة ثالثة يأتي عليها الاسم المختص ففي الجملة الثالثة نحن أيها الجنود نحمي الوطن الاسم المختص هنا اكتس حالة جديدة فهو لم يأتي معرفاً بأل ولم يأتي مضافاً إلى معرفة وإنما جاء بلفظ أيها وكأننا نقول نحن أخص أو أعني الجنود نحمي الوطن فقط ينبغي الإشارة إلى أن أيها هنا لا يقصد بها النتاء لأنه لا يجوز أن نقول نحن يا أيها الجنود إذن فالاسم المختص يأتي إما معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرفة أو بلفظ أيها للمذكر وأيتها للمؤنث بعد أن تعرفنا الحالات التي يأتي عليها الإسم المختص ننتقل الآن إلى المحور الأخير في هذا الدرس وهو إعراب الإسم المختص إذا لاحظنا الجملة التالية نحن معاشر الأنبياء لا نورة ستلاحظون أن الإسم المختص هو معاشر وقد جاء مضافاً إلى معرفة الأنبياء فمعاشر مضاف والأنبياء مضاف إليه وأنه جاء منصوباً فما هو إعرابه؟ الإسم المختص يعرب مفعولاً به لفعل محدوف وجوباً تقديره أخص أو آني وهو في هذه الجملة جاء مضافاً والأنبياء مضاف إليه مجرور أما بالنسبة للضمير فيعرب دائماً في محل رفع مبتدأ وما بعد الإسم المختص سواء أكان الجملة كما في هذا المثال لا نورة أو إسماً مفرداً فإنه يعرب خبراً للمبتدأ نحن فجملة لا نورة هنا جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ نحن أما جملة الإختصاص المكونة من المفعول به معاشر والفعل المحدوف أخص فهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراض إذن نستنتج أن الإسم المختص يأتي إما معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرفة وقد يأتي بلفظ أيها للمذكر وأيتها للمؤنث متلوتين بإسم معرف بأل هو نعت تابع في الإعراض للفظ أي أما جملة الإختصاص فهي اعتراضية لا محل لها من الإعراض يعرب الإسم المختص مفعولاً به لفعل محذوف مجوباً تقديره أخص أو آني وإذا كان بلفظ أي فيبنى على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص وما بعده صفة له أي ما بعد أيها أو أيتها يعرب نعت وفيما يلي بعض النماذج الإعراضية نمر بعدها إلى إنجاز تطبيق مرتبط بدرس أني نحن معاشر الأنبياء لا نورث نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ معاشر مفعول به لفعل محذوف مجوباً تقديره أخص منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مدف فمعاشر هنا هو الإسم المختص الأنبياء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وجملة الإختصاص اعتراضية لا محل لها من الإعراض لا حرف نفي نورث فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستطر تقديره نحن والجملة الفعلية لا نورث في محل رفع خبر المبتدأ نحن الجملة الثانية أنتم الفنانين مبدعون أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لا ستلاحظون أن الضمير دائماً يعرب في محل رفع مبتدأ الفنانين هذا هو الاسم المختص وهو مفعول به لفعل محدوف تقديره أخص منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم وجملة الإختصاص اعتراضية لا محل لها من الإعراض جملة الإختصاص نقصد بها المفعول به والفعل المحدوف مبدعون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم الجملة الثالثة أنا أيها التلميذ مواضب إذن في هذه الجملة ستلاحظون أن الاسم المختص جاء بلفظ أيها أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أيها أي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محدوف مجوباً تقديره أخص أو آني والهاء للتنبيه التلميذ نعت لأي مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وجملة الإختصاص اعتراضية لا محل لها من الإعراض دائماً الإسم الذي يأتي بعد أيها أو أيتها يعرب نعتاً مواضب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والآن أدعوكم إلى إنجاز التطبيق التالي أتمم ملء الجدول التالي الجمل المطلوب منكم تحديد الاسم المختص وبيان حالته وإعرابه نحن الموقعين نشهد بالحق في هذه الجملة الإسم المختص هو الموقعين حالته جاء معرفاً بأل في الجملة الثانية أنتم العلماء بارعون الإسم المختص هو العلماء حالته أيضاً جاء معرفاً بأل بالنسبة للإعراب قلنا أن الإسم المختص يعرب دائماً مفعولاً به منصوب لفعل محدوف تقديره أخص أنت مشاهد الشريط مستمتع به الإسم المختص مشاهد الشريط حالته مضاف إلى معرفة بالنسبة لإعرابه نفس الإعراب مفعول به منصوب لفعل محدوف تقديره أخص أنتم عمال المصنع تعملون بإخلاص الإسم المختص هو عمال المصنع بالنسبة لحالته فقد جاء مضافاً إلى معرفة إعرابه مفعول به منصوب لفعل محدوف تقديره أخص الجملة الأخيرة نحن أيها التلاميذ نجد في دراستنا الإسم المختص أيها التلاميذ حالته جاء بلفظه أي إعرابه اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محدوف تقديره أخص أو أعني وبهذا يكون درس اليوم قد انتهى أتمنى أن يكون الدرس مفهوماً ترجمة نانسي قنقر